بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد نتوجه بالشكر لزملائنا الأسرة الكريمة للمركز الإعلامي للنقابة العامة للمحامين وممناسبة بدء الموسم الجديد وربنا يوفقكم جميعا بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم وهو إجازة الإثبات بشهادة الشهود حال تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه وحالة الاحتيال على القانون بداية القاعدة العامة زي ما احنا عارفين أن المادة 60-61 إثبات قرروا أنه لا يجوز إثبات عكس السابت كتابة إلا بدليل كتابي يعني لو فيه مستند كتابي بواقعة معينة ما يجوزه قدام القضاء أن أنا ألجأ للوسيلة الأقل اللي هي البيينة عشان أطعم فيه دليل أقوى اللي هو المستند المكتوب لكن فيه استثناءات على القاعدة دي كنا وضحنا في المحاضرة السابقة مبدأ السبوت بالكتابة اللي هو بيوجيز للمحكمة النهية تتيح للخصم أن يلجأ للإثبات بشهادة الشهود حالة الندوة ما هواش مكرر قانون ووضحنا وشرحنا قبل كده الحالة بتاعت فقد السند بسبب أجنبي لا يد للطالب الإثبات بي ووجود كتابة من الخصم الحالة بقى اللي احنا الحالتين بمعنى أصحى اللي احنا هنتكلم فيهم النهاردة اللي هي حالة تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه من جانب المحكمة والحالة التانية اللي هي حالة الاحتيال على القانون الحالة الأولى نصت عليها نصت المادة 105 إثبات أن للمحكمة أن تستجب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر يعني كل خصم من حقه أن يطلب استجواب خصمه والمحكمة بتأذن بكده الاستجواب هو وسيلة من وسائل الإثبات هو وسيلة للمحكمة أنها تستجلي الحقيقة عن طريق استجواب الخصم أثناء نظر الدعوة الاستجواب بيكون للخصم أما الغير فده بيكون شاهد الاستجواب للطرف اللي جوه الخصومه خصم متوجه له طلب أما الغير اللي بره الخصومه ما بيبقاش اللي بتوجه له استجواب لا ده بيجي بيدلي بشهدته بعد ما بيقدي اليمين لأنه ما هواش خصم محكمة النقد قالت أن الاستجواب وسيلة لاستجلاء بعد عناصر وقائع النزاع في حكمها في الطعن 880 لسنة 46 كاف جالسة 15-11-79 سنة 30 المادة 106 قالت إثبات برضه للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها يعني حق المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى من تكرر استجوابه أن يحضر بنفسه هنا الخصم بيحضر بنفسه ما يملكش أنه يوكل غيره في الحضور الاستجواب قدام المحكمة طيب المادة 107 قالت إيه إذا كان الخصم عديم الأهلية دي حالة من حالات أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه وجاز المحكمة من ناقشته وهو إن كان مميزا في الأمور مجازا في الأمور المأزون فيها يعني قاصر ما أزون له مثلا بالإتجار وفيه نزعبه من نذبة التجارة دي جزء المحكمة أن هي تستجوب المادة 108 قدت المحكمة السلطة التقديرية إزا هي رأيت أن الدعوة في غير حاجة لاستجواب رغم أن أحد الخصوم طلب استجواب خصمه لها أن هي تلتفت عن الطلب ده يعني المحكمة هنا لها سلطة تقديرية المادة 113 اللي هي عصب الموضوع اللي هم نتكلم فيه بقى قالت ايه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مكبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك يعني هنا اعتبر المشرع إن امتناع الخصم للمحكمة طلبت أنه يحضر عشان يستجوب وفقاً للمواد اللي احنا قلناها من 105 لغاية 107 لغاية 108 امتناعوا عن الحضور للإستجواب ورغم طلب المحكمة ليه هنا يستدبع توقيع الجزاء عليه الجزاء يتمثل في إيه إن خصمك اللي طلبت استجوابك وإنت ما جتش يجوز ليه إنه هو يلجأ للإثبات بشهادة الشهود في الأحوال اللي ما كانش يجوز فيها كده اللي احنا قلناها في أول الكلام اللي ما ده 60 واحد و60 إثبات هنا استثناء على القاعدة العامة هنلجأ للبينة ولشات الشهود رغم إن ما كانش يجوز ليه كده نتيجة الامتناع كانت عنه الحضور للإستجواب أحكام المقدة قالت إيه قالت مبدأ استجواب بالكتابة ليس له مال الكتابة من قوة في الإثبات حتى يكمله الحضور بشهادة الشهود طعنة 1187 لسنة 59 كاف جلسة 15-7-93 قالت في حكم تاني الغش يجوز إثباته بكفة طرق الإثبات القانونية بغير قيد من الكيود التي حددها القانون في شأن التصرفات القانونية نقضة 10-11-96 الطعنة 1371 لسنة 59 كاف حكم ثالث المكرر في قضاء المحكمة إن تقدير أكوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وهي غير مكيدة في ذلك بما يبديه الشاهد تعليقا على ما رأاه أو سمعه كما لها أن تأخذ ببعض أكواله دون البعض الآخر هنا الطريفة اللي في الحكمة ده إن الشاهد وهو بيشهد قال تعليق على الواقعة اللي هو شهد عليها أنت المحكمة بتسأل الشاهد لأنه هو يدلي بتشهدته مالوش أنه هو يعلق على الواقعة اللي بيشهد عليها أو بيعقب عليها لأنه يشهد مش أنه هو يعلق فالمحكمة لو ما خدتش بالتعقيب بتاعه هنا حكمها ما فيش عليه مأخذ الطعن 14207 لسنة الثمانين كوف جلسة 222014 والمستقر عليه في أحكام القضاء برضو نقطة مهمة محب نوضحها أن البيانة والقرائن ما تعتبرش دليل أصلي لا تعتبر هنا دليل مكمل وده اللي قالته أحكام للسناف المختلط البيانة والقرائن تعتبر في هذه الحالة دليلا تكمليا لا أصليا ولكنها دليل ضروري وبغيره يكون الإثبات ناقصا السناف مختلط 9.5.44 مجموع المبدأ 56 صفحة 143 في حكم نقطة قال إذا كانت المحكمة قد استجوابها الطرفية الخصومة فيما تقدم به المدين من القرائن على كذب الإيصال الصادر منه فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره لذاته مبدأ سبوت بالكتاب لأنه يجب لاعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولا صادرا ممن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريبا لاحتمال فإذا كانت سبت في المحضر إن كل من الطرفين قد أصر إصارا تمن على وجهة نظره أداء ينكر إنكارا مطلقا كل ما يدعيه المدين والمدين مسر على دعوة فإنه لا يمكن اعتباره مبدأ سبوت بالكتاب نقطة 28.5 سنة 64 مجموعة إحكام النقطة السنة 15 رقم 116 صفحة 731 الحكم اللي عدده كان بيتكلم في وقعة المدين مسر إن الإصار ما صدرش مني والدائم مسر لا الإصار صحيح وصدر منه وطلب من المحكمة إنها تحكم له بقيمة الإصار هنا الوكيل المدين اللي هو أنكر الإصار اتمسك بمحضر الجلسة اللي كل واحد فيه بيتمسك في أقواله محكمة النقطة اعتبرت المحضر الجلسة في حد ذاته ما هواش دليل لأن كل واحد بيتمسك برأيه ما صدرتش حاجة من الدائم تفيد إنه هو الإصار مجذوب تعيد كلام المدين فاعتبرت إن المحضر هنا غير كافي نيجي للحالة التانية اللي هي حالة الاحتيال على القانون اعتبرات النظام العاب والأداب بتقضي بتكشف عن أي احتيال بكافة طرق الإثبات فمننفعش إن يكون فيه غشة في الورق أو فيه احتيال وإحنا نتأيد في إثباته بطريق معين هنا إحنا نعتبر إن إحنا بنكافئ الغش تبدو أهمية دوة في مجال إثبات السورية ما بين المتعاقدين ممكن يلجأ واحد منهم للتواطق فهنا بيجوز إثبات التصرف وزي ما إحنا عارفين اللي هو في العقد الحقيقي مش في العقد الزهر وما يكفيش هنا مجرد اللي على الدعاء لا لازم إن إحنا نثبت التحايل عشان القاضي يؤمر بالأحالة للتحقيق وإثبات الغشة ده ويجب إن تكون فيه أمرات متوفرة بتفيد إن العقد دوة غير صحيح أو بيخفي عقد تاني طيب لو بصينا للتطبيقات بتاعت أحكام أحكامة النقد في جزئية الاحتيال على القانون اللي هي بتوجيز الإثبات بالبينة رغم إنه هو ما بيكونش ده هو الجائز تبقى لقعد العامة أحكام النقد قالت الاستلاء على عقود البيع تحت إيد والد المطعون ضده الأول دون علمه أورضة ده لا يوجيز لمن وصل إليه الورقة العرفية دي بطريق غير مشروع إنه يحتاج بالدليل المستمد منها وبالتالي لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما اجتمرت عليه الكتاب إذا كان الحكم المطعوم فيه استخلص إن الطاعم للأسف يعني استولى على عقود البيع دون علم والده أو رضا وأساسة على ذلك قضاءها بجواز إثبات ما يخالف ما اجتملت عليه العقود بالبينة لا يكون هنا خلف الكواعد الإثبات الطاعم 990 لسنة 46 كاف جلسة 25 ثلاثة ثمانين السنة 30 الخطأ والغش والتدليس عيوب تفسد الحساب ده حساب تجالي ولا تجعله حجة على من أكره غافلا عنها أنا أكرت حساب وأنا غافل إن فيه غش لا من حقي إن أنا أثبت الغش ده والجأ للإثبات بشهادة الشهوط الطاعم 576 لسنة 40 25 ثلاثة ثمانين السنة 31 العبرة بحقيقة العين إن هي مفروشة ولا لا مش بالوصف اللي إحنا بنسبغه عليها في العقد إذا اتضح إن ده استبت في عقد الإيجار بغرض التحايل على أحكام قانون الإيجار وإن أنا عايز أخلي العين مفروشة في حين سابت قدامي المحكمة إن ده تحايل على القانون يبقى برضو ده يجيز السبوت بالكتابة الطاعم 488 لسنة 44 جلسة 8278 نتمنى إن إحنا نكون وضحنا الصورة كاملة ونسأل ربنا الفايدة لنا وللزمنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا